السلام عليكم طلابي وطالباتي في الصف الرابع ان شاء الله اليوم رح نحكي في مادة الاجتماعيات رح اعطيكم عن معركة الكرامة طبعا تحدثنا احنا في الحصة السابقة عن المعارك التي حدثت بين القوات المسلحة الاردنية اللي هم الجيش العربي مع عصابات العدو الصهيوني على ارض فلسطين زي معركة اللطرون ومعركة باب الواد والحمد لله رب العالمين بفضل الله تعالى تم الانتصار عليهم رغم زيادة عددهم في الجيش والعدة اليوم ان شاء الله رح نتحدث عن معركة اخرى ايضا تم فيها الانتصار على قوات الجيش الصهيوني اللي هي معركة الكرامة طبعا معركة الكرامة هي احدى المعارك التي حدثت بين القوات المسلحة الاردنية اللي هو قوات الجيش العربي وبين قوات العدو الصهيونية الان لو بدنا نيجي عن معركة الكرامة سبب تسميتها بهذا الاسم سبب تسميت معركة الكرامة بهذا الاسم برجع الى المنطقة التي حدثت فيها المعركة وهي منطقة الكرامة الموجودة في الشونة الجنوبية في الغور الصافي في المملكة الاردنية الهاشمية اللي هي غرب المملكة الاردنية الهاشمية بين الاردن وفلسطين قريب جدا من نهر الاردن الجهة الاشقية لنهر الاردن طبعا هاي المنطقة كون هي قريبة من الغور وبتتوفر فيها المياه المياه بسبب قربها من نهر الاردن تتوفر فيها الحرارة لانها اخفض بقعة في العالم قريبة ايضا من البحر الميت والتربة الخصبة تربتها خصبة جدا بتشتهر هاي المنطقة من ناحية نباتية ومن ناحية زراعية بزراعة الموز والحمضيات لانهم بحتاجوا لدرج حرارة عالية وبحتاجوا لنسبة مي في زراعتها وايضا تشتهر غير من ناحية زراعية بتشتهر من ناحية تاريخية انه تم بناء النصب التذكاري لشو هدا معركة الكرامي اللي هو تمثال الجندي المجهول الموجود في نفس المكان الذي حدثت فيه المعركة نفس المكان الذي حدثت فيه المعركة تم وضع تمثال يسمى الجندي المجهول هذا يعتبر كنسب تذكاري لشهداء معركة الكرامي حتى انا نتذكر الشهداء اللي دافوا عن الارض والوطن الآن في عندكم بهذه صورة شايفين الخط السهم الأصفر فيه احنا عندنا نقطة حمرة النقطة الحمرة هاد موقع معركة الكرامي هاد موقع معركة الكرامي حدثت في هاي في هذه المنطقة اللي هي بين الارضن وفلسطين الآن رح نتحدث كيف تم السيطرة والتصدي لقوات العدو الصهيوني عند دخولها فيها من هاي المنطقة وكيف احنا يعني واجهناهم كيف القوات المسلحة واجهتهم اذا في هاي المنطقة تم حدوث معركة الكرامي وهاي المنطقة هي الجهتة وعلى النصب التذكاري شايفين هاي الصورة هاد هو النصب التذكاري لشهداء معركة الكرامي اللي هو الجندي المجهول تمثال الجندي موجود على هاي المنطقة طبعاً لو بدنا نحكي عن الجندي المجهول متى تم وضعه تم وضعه فيه بعد الانتصار في معركة الكرامي في عام 1968 النصب التذكاري هو الجندي زي ما حكينا المجهول الذي يرمز إلى شهداء الوطن الذين ضحوا بدمائهم دفاعاً عن الوطن والأمة العربية ما بنلسى الجنود والجيش العربي الذي ضحى بدماؤه وحياته فداءاً للوطن حتى يحافظوا على الوطن يحافظوا على أمنه واستقراره يحافظوا على أمن المواطنين فهي كلها تعتبر دفاعاً عن الوطن وتحية فخر واعتزاز لهدول الجنود والله يرحمهم برحمته إن شاء الله ربنا بتقبلهم شهداء عنده للي استشهدوا واللي ظلهم أحياء الحمد لله رب العالمين إنه في عنا أمثال من هدول الرجال وهو نحكي على منطقة الكرامة المكان الذي حدثت فيه معركة الكرامة لذلك تم نصب النصب التذكاري فيه حدثت معركة الكرامة فيه 21 آذار 1968 عام 1968 حدثت عنا معركة الكرامة في 21 آذار وهو 21 ثلاث تصدت القوات المسلحة الأردنية لقوات العدو الصهيوني لما شافوا من نهر الأردن كون هالمنطقة قريبة بجانب نهر الأردن لما شافوا قوات العدو الصهيوني عم تدخل من نهر الأردن قوات الجيش العربي بلشت تتصد لإلهم وحدثت عندهم كثير من القتلى في صفوفهم والحمد لله رب العالمين انتهت المعركة بانتصار الجيش العربي الباسل وهزيمة العدو الصهيوني شر هزيمة والدليل على هزيمتهم شر هزيمة عدم محاولتهم الدخول للأراضي الأردنية مرة أخرى من عام 1968 بعد هزيمتهم ما حاولوا ولا مرة يدخلوا على الحدود الأردنية ويفعلوا أي فعل عندهم والهدف من دخولهم للقوات للأردن أو للحدود الأردنية هو احتلال الضفة الشرقية لنهر الأردن هو احتلال الضفة الشرقية حاول لأنهم يحتلوا جزء من المملكة الأردنية الهاشمية عن طريق هذه النقطة اللي هي معركة الكرامي كان مدخل لهم باعتبار أنهم كانت تخطيط أنهم يحتلوا الأردن مع فرستين والحمد لله رب العالمي بفضل الله تعالى وفضل الجيش العربي اللي تصدى لهم فشلوا في هذا المخطط طبعاً 21 آذار 1968 حدثت عندي معركة الكرامي وفي عندنا شيء تاني برضو موجود بحياتنا اللي هو نفس يوم الأم يوم الأم بـ 21 آذار ونفس الاشيء معركة الكرامي 21 آذار الآن في عندكم هذا المخطط هذا المخطط شفت النقطة الحمراء بالصورة الماضية هاد المخطط اللي كان محددون الجيش العربي كيف إنه بدي يتصدى الخطة اللي وضعوها الجيش العربي كيف بدي يتصدى لقوات العدو الصهيوني إحنا عنا شرق النهر شرق النهر من هاي الجهة هاي الجهة شرق النهر مبين في عندي شو التخطيطات ووين ما صار الجيش رح يكون وغرب النهر اللي هو الجهة فلسطين كيف دخول القوات الصهيونية من وين دخلت الحمد لله رب العالمين كانت تخطيط سليم مية بالمية والدليل هزيمة الجيش الإسرائيلي الآن ليش نحكي عن أسباب معركة الكرامي شو السبب اللي أدى لوقوع هاي المعركة على الأراضي الأردنية واحد أو شو بالنسبة لليهود قوات العدو ليش أدت لحدوث هاي المعركة واحد احتلال المرتفعات الشرقية من المملكة راح بدهم يروحوا على المرتفعات يعني المناطق المرتفعة الموجودة في الضفة الشرقية في الأردن بدهم يشوفوا المناطق العالية ويحتلوها اتنين ضمان الأمن والهدوء على طول خط وقف إطلاق النار الأمن والهدوء بالنسبة لهم بدهم يحققوا الأمن والاستقرار لهم من جهات الأردن ثلاث السيطرة على منطقة الأغوار الغنية بالموارد المائي والأراضي الزراعية الخاص بل زي ما حكينا كونها منطقة زراعية فيها حرارة إذا ما حكينا تتوفر فيها الحرارة نتيجة أنها أخفر بقعة في العالم وبتتوفر فيها التربة الخصبة وبتتوفر فيها الماء نتيجة قربها من نهر الأردن وفعلياً إحنا بالأردن لدينا الغور الصافي منطقة الغور الصافية سلة خضار الأردن يعني اعتمدنا بالخضرات والبواكع والمزعات على منطقة الغور لأنها غنية بهاي الموارد حكينا فكانت من أهدافهم أهداف العدو السيطرة على هاي المنطقة احنا هيا خلصنا الجزء الأول من الدرس إن شاء الله بالحيث القادم رح نكمل درس معركة الكرامة وذن زي ما نهينا بالدرس الأول اكتشفنا أنه إحنا عنا انتصار على العدو الصهيون في معركة اللطرون ومعركة بالواد والحمد لله رب العالمي في معركة الكرامة الآن بالحيث الصالة القادمة في عنا معركة أيضاً رح نتحدث عنها تم فيها الانتصار على العدو الصهيون ياريت إنكم تحضروها وتقرؤوها كقصة حتى إنكم تزداد عندكم المعلومات ويعطيكم ألف عافية أي استفسار ياريت ارجعوا لي شكراً لكم